قالتلي أنا أسفة وقلتلي طب ممكن أي علاج على حسابي أي حاجة ورجعوا لي الكلب بتاعي قلتلي تمام وفي واحدة اسمها مونا هي صاحبة الفيديو لا اللي هي الرفق بالحيوية قلتلي طب ممكن تبعتيني تليفونها بعتتلي تليفونها على الواتس قعدت تكلمها مش بترد روحت تبعتها لها الواتس قلتلي أستاذة أنا هندية وعايزة الكلب بتاعي وأي علاج وموجوب برضو الكلام دوت المهم قلتلي أنا في مطرة ومش أقدر أرد عليك شوية كده وهكلمك المهم بعد ساعتين تلاتة لقيتها بتكلمي أيها أستاذة مونا حضرتك أنا عايزة الكلب بتاعي وأي علاج أنا ملزمة بي وكاد بدأ على صفحتي بقيت تعمل تشير على كل صفحتي الكلب حالته كذا والكلب حالته كذا والكلب حالته كذا وهندية طلبة إن هي تصرف على الكلب ده عن لسانها هي حلواوي طلبة أنك تصرفي على الكلب ولا طلبة رجوع الكلب رجوع واتبع حق اللي هم عملوه ما أنا عايزة برضو أتزيهم في لوس حق اللي عملوه يعني المهم حضرتك فإيه خلصت خلص الموقف على كده كلمتني أستاذة من فضلك أنا عايزة كذا 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 قالتلي ولا هتشوفي بعينك قلتلها لأ مش فاهمت معنا قالتلي ولا هتشوفي لأني أنت تخلت يعني قلتلها طب هو مكسور قالتلي لا مش مكسور في حاجة في العمود الفقري قلت طب أنا عايزة الكلب بتاعي من فضلك قالتلي هارجع للدكاترة وارجع مش عارفة إيه وعمل إيه ولما يخف ويتعافى هبقى الدهول ده ده الكلام المسجل أنا عندي تليفون أنا عندي رقم تليفوني بيسجل فدي المكالمة المسجلة تمام قفلت التليفون على كده وخلاص اتطمينت الحمد لله في أمان وقلت عاسة أنت تكرارش إنه ويمكننا بيتعالجوا في مكان آمن وناس حايفة عليه ممكنتش بزدك ممكنتش قدر أعالجوا زي ما هم يعالجونه فالحمد لله وحمدت ربنا وتمام التمام وخلاص وقعدت ببطلي بطيقة وقلت خلاص أنا هديهم العلاج وبتاعه وأول ما يشفى هيرجعوا بي أكلمة بقى مرة اتنين ما تردش ثلاثة ما تردش روحت طالبة أستاذة دينا أستاذة دينا كذا 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 قلت لي والله هندق أنا مش عارفة هي متعنتة وبتقول فعلا الكلام اللي انت تقولي إن انت مش هتشوفيه خيس؟ مرة تانية روح ترد علي بعدها باسبوع يا أستاذة من فضلك أنا عايزة الكلب بتاعي وأي مصاريف على حسابي معديش مشكلة لو أنت عارفة ده من أول دقيقة من أول لحظة كويس؟ قايت إيه؟ مش هتشوفيه وبرضو أقولك على حاجة عشان تتخلص من المكالمة بقى طب هرجع للدكاترة ورد عليك واختفل بقى مش عايز ترد عليها خلاص حل؟ رحت واخدى عربيتي وجايبت نين صحفيين وسجلت صوت وصورة بقت نازلة لقيت باب حديد رحت المكان رحت المكان في شفراماند شفراماند كويس؟ حط ألف كلب ألف كلب في حتة 50 متر ومفيش سأس يعني في الطل مع ربنا كده وبتتكلم عن الرحمة ماشي؟ هي حرة هي حرة تتكلم عن الرحمة بقى تتكلم طب ما فيه رحمة بن قدمين فين رحمة بن قدمين يعني؟ عايزة سيئة أكيد حطة 50 كلب بتقولها هي بتحفز عليهم بقولك ألف كلب ألف كلب بتحفز عليهم على حسب مقدرتها وعلى حسب المكان الكلاب جعانة وبتعوي وانا دخلت لقيتهم منهارين وأنا دخلت يعني هي واخد الكلاب بتعذبهم؟ لا أعلم أنا بقولك أنا دخلت والله العظيم أنا طلبت الناجد آخر ما زقت عادت أخبط على الباب كده بإيدي قال بتقولك كاب بتكسر الباب تبعناك هكسر باب حديد إزاي؟ محدش طلعلي كنتي بتكسرني الباب؟ لا طلعولي كسرت إيه؟ جالي بقى جولية عربية رسوانونة السيزوكي ستوقنانا كده وفيها أربع شباب قلت له مفضلك أنا عايزة الكلب بتاعي ففي حتة مفتوحة قد كده فبصت منها راكي رح باصيس لي كده حل؟ قلت له الكلب بتاعي جوه قال لي لأ مش جوه قلت له الكلب جوه قال لي أه جوه ومش هندهولك لازم مونة هي لتقوله وستادة مونة تقول قلت له طب ممكن تطلب مستادة مونة مفضلك؟ قالت له قلت له قلت له هتمشي ومش هتشوفه ولو عايزة تبقى تيجي بعد الساعة أربعة قبل الساعة أربعة قلت له ابني أنا جاي أخذ الكلب أساساً لا أربل أربعة أو لبعد أربعة وبيعندها مش ورد أنا سيئة حوالي 70-80 كيلو وعايزة أقول لي كنت أقع في الطرعة وكنت أقع في فوق هي خلاص بقى عندها شعور أو يعني اللي واصل من السوشيال ميديا أني أنت بتعذبي الكلب بتاعيك وأنتي غير أمينة على الكلب بتاعيك وأنه الكلب بتبرجله مخصورة خمس سنين هعزبه بقى في آخر يعني ما حدش زائد علي لأنني بقول ده ابني وأنا بأكله وبعمله ما علينا المهمة حضرتك في آخر ما زقت روح طالبة الناجب قالوا يا سات المبحث العام وطبعا مقدميهم كل الشكر والتحية من هنا مم لقيت الحقيقة عربية جاية مفخخة يا جماعة ادوها الكلب بتاعها لأ مش لأ طلبوا الأستاذ مونة طلبوا الأستاذ مونة الأستاذ مونة قلت لهم على جثتي مش هتاخد الكلب قال للشباب طب ممكن يا جماعة تيجوا أستاذ دي بمقدمة بلاغ بمقدمة محضر رحنا عملنا محضر راح الجاية أستاذ مونة آه يا أستاذ مونة الكلب قايت لا برضو مش هتاخدية طب ليه ليه مش هاخدية آه مسأتي هاش ليه ما هو ليه بقى هقولك ليه عشان بيلموا تبرعات من جميع أنحاء العالم على الكلب هو لما نزلت السوشيال ميديا بيلموا تبرعات لدرجة أن واحد قبطان دخل لي على الخاص يا شيخة لما أنت مش قادرة تأكل الكلب بتاعك كنت قلت أننا كنا نبعد نالك فلوس قلت له يا عم في أمينا قال لحضراتك أن أنا قال لي لا 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 أنت محرم عليك أنت مش هايس تأكل الكلب أنت رميها في الشارع عشان مش هايس تأكل قلت له يا عم ما حصلتش كلام ده والله ده أنا حتى فيه مكلمة مسجلة أنا بقول لها أي علاج أي أكل أي على حسابي بقى إزاي أنا مش قادرة أكل يعني هي خدت الكلب ومش عايزة ترجعه لك لمجرد أن هي بتلم تبرعات من خلاله ومن خلال الدوشة اللي تعملت عليك على السوشيال ميديا حصل وفي ناس داخلوا عندي سكرين شوت الكل اللي بعتولي على القات قالوا لي إحنا من ضمن الناس بتوع الرفق بالحيوان في كذا 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 وعني سكرين شوت يعني مش بقول كذا كلام من عندي عشان لا أحسب عليه لا ده فيه ناس بعتت لي قالت لي إحنا الفيلم ده كله معمول عشان بتلمي فلوس عليك وإحنا من ضمن الناس اللي اسمع اتبرعنا اللي اتبرعنا عندي سكرين شوت بالكلام ده طيب لو حد اللحظة دي هم مدتكيش الكلب ومش عايزة المم أعملت محضر بقى ما أنا عايزة أقول لي بقى أعملت محضر قلت له من فضلك أنا عايزة الكلب بتاعي قالت لي هو في مستشفى في الحتة الفلانية قلت له تمام شوفوا إيه اللي لي وإيه اللي علي واروح أستلم الكلب بتاعي قالت لي براحتي قلت له طب امدي على محضر مضت على محضر وكلمت الدكتور يا دكتور محمد سلم لهندية الكلب بتاعي عشان لازم تمام أستلم الكلب بمواسطة رسمي المهم تاني يوم سكرين مش عايزة أقولي ده وقت اللايف بقى اللي طلعت عبدت فيه لا 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 تلا بقولك ده بعد اللايف بقى آه تاني يوم كان عندي سكرين عايزة جدا ما مقدرش أنزل للاشتراك زوروا موقعنا الفاتي في دوت كوم أو اتصل على الأرقام التالية الفا قنوات الأسرة العربية